اشي يعملوا هما يستغلوا الثغرة هذي اللي عدم دفع الأداءات والمعاليم ويقوموا بعملية عبور وهمي وما تعبرش القطر الجزائري تفرغ في الشترة الثنية في تونس لهنا آلاف العمليات العبور هذي منظومة كاملة كانت تعمل وكانت تخدم على الأساسة ذاية والمنظومة ذاية تتجاوز حتى تونس حاويات هذي كانت تجيب الإلكتروميناجي خاطر الميناء راد سخون وفيه برشعين وقريب بعد حولوا أنظارهم الميناء سوسا كيفاش 186 حاوية 185 منهم لم يتم تسجيل عبورهم على سكانير ولم يجدوا لهم لا أثر للخروج ولا أثر للرجوع وهم فيرغين الحاويات الاستيماسيون متاحهم الحاوية مع أنتها قيمة فيها سلعة 400 مليون مع أنتك تضرب 400 ألف دينار في 10 ألاف حاوي اللي مشرف عليها الحكاية هذي يخوى على الحاوية 50 مليون عمرها ما صارت في تاريخ الديوانة اللي هو يتم إثارة ملف بهذا الحجم حتى ولو كانوا مش صحيح والمدير العام ما يقومش بإحالة الملف إدارة لأبحاث الديوانية عمرها ما صارت هذي تصور ديوانية يمشي ويبحثوا في العوينة ويدارتهم ما في بيل هاش وما يهم هاش إخير اهتماماتها مع أنتها عبارة جاء بش يغطي عليه وجاء بش يواصل في نفس الركب متاع وهو في العمل مع أنتها هذي الإجرامي وعمل التهريب دي ما ثم معركة متواصلة كنا نحكيه على مئة وعشرين ومئة وخمسين مليار قضايا ديوانية تعملهم لأبحاث ديوانية وحدهم طوى في عهد نجاد الجوادي المدير العامة الحالية برا شوفوا شنو الأرقام اللي تعم فيهم إدارة لأبحاث ديوانية تيقوة شريحات المشيشي بآيفون آخر صيحة وواحد وقت رياض المؤخر أعطاه كيسيت وزير المالية وقتها نسيت اسم ونفدلك ونسمو فيه الروج أعطاه رانج روفر رانج روفر لذيك الهش اس او اللي هي تعمل سبع مئة وخمسين مليون القضايا الديوانية هي من القضايا الكبيرة اللي كل مرة تطلع قضية تعمل شوشرة كبيرة يثر نكتشفوا حقائق صادمة كما قضية الزبلة الإيطالية المرة هذه القضية متعلقة بالديوانة هي قضية حاويات وهمية والعبور وهمي للحاويات نحو القطر الجزائري قبل كل شي معانا انتي العقيد المعزول تعزلت على خلفية التبليغ على ملف الفسادة ذاع ملف عبور الحاويات العبور الوهمي للحاويات معانا العقيد المعزول كريم العوني شنية قضية العبور الوهمي للحاويات نحو القطر الجزائري كيف صارت الحكاية هذه احنا حكينا في عديد المرات وقلنا رأوا برميث ثغرات اللي ما ينتبهوا لهاش معانا انتها اغلبية التونسة أو حتى الخبراء في الميدان الديواني اللي هو يتم استغلال الانظمة هذية التوقفية اللي ما فيهاش دفع اداءات ومعاليم سواء لغاية التصدير شركات المصدرة كليا أو لغاية العبور خطر كما نعرفه في عملية العبور بضاعة مثلا من تونس إلى القطر الليبي أو القطر الجزائري والبضاعة ذي تكون موردة عن طريق البحر ولا حتى عن طريق الجو العبور امتاحه ذي يكون بدون دفع اداءات ومعاليم وهذا السر عملية العبور لا تكون لما انت تمكن عملية العبور الدولي تمكن المعني بالامر المورد بويسكوهية مش مش تقعد في الطراب التونسي تمكنوا من عدم دفع الاداءات ومعاليم المستوجبة شي عملوا هما يستغلوا الثغرة هذي اللي عدم دفع الاداءات والمعاليم ويقوموا بعملية عبور وهمي ما انت تصور انت بضاعة حاوية مثلا فيها تلافز الكل جاءت متعدية ما هوبتت في بيروب بن زرت وشيتم مع قيام بعملية العبور امتاحه نحو القطر الجزائري وما تعبرش القطر الجزائري تفرغ في شترة اثنية في تونس لهنا ويجيب لك وثائق مضروبة اللي هي تعدت مثلا على منفذ بوشبكة ولا منفذ حيدرة كانت هذه هي العملية منتاع عملية العبور الوهمي وكي تجي تشوف انت من سنة 2018 من سنة تعيين يوسف زوغي مدير عاملة ديوانة من اللي كانت العمليات هذه كما نقوله وحنا مئة ولا مئتين عملية وصلنا إلى 14 ألف عملية في العامة في الأربع سنين نمتاعه سيوسف زوغي معانتا الضعف والعمليات ولا وآلاف العمليات العبور ما نعرش أنا اسكو معانتها سيوسف زوغي معانتا جابنة كانت عنده وعلاقات حميمية مع الجزائريين معانتا بمجرد ما شدهو مدير عام معانتا جزائريين كلوا لو يخدموا في العبور على تونس معانتها ثم مثال العرب يقولوا كاد المريبو يقولوا يقولوا خذوني كاد المريبو يقولوا خذوني معانتا ثم حاجة ظاهرة يعني ليش في فترة كنتي بالذات من اللي كانت العمليات مجرد عمليات بالمئات ولت عمليات بالألاف عليه هذا كل معانتها كما قلنا معانتا الشركاء الجزائريين والمستثمين الجزائريين معانتها فجأة معانتها تكثفت العمليات متاحهم على تونس ثم ثم ملاحظات وثم أدلة معانتها تفيد اللي العمليات هذهم لم يكونوا عمليات نحو القطر الجزائريين كانوا عمليات بتاع بضاءة يتم تفريغها القطر التونسي معاناها كانت فهمة أطراف تتعامل مع المدير العام السابق للديوانة بش إنهم يدخلوا سرعة لتونس مغير ما يخلصوا عليها حتى معاليم ديوانية على أساس إنها بشتغادر نحو القطر الجزائري معانا هنا نحكيوا على شبكة فيها برشة أطراف بالضبط هي شبكة وشبكة ذية متنجمش تكون متاع شخص ولا اثنين هذي منظومة كاملة كانت تعمل وكانت تخدم على الأساسة ذية والمنظومة ذية تتجاوز حتى تونس حتى موجودة في الجزائر خطر أنت كتشوف ثلاثة شركات المشتبه فيها بحكاية العمور الوهمة ذية تلقى ثم شركة منهم جيرون متاحة ولا الوكيل الشرعي متاحة هما زوزخوة جزائريين ما كانوا يعملوا هما كانوا البضاعة اللي معانتها كان مبرمج اللي هي تمشي للقطر الجزائري كان التفرغ ثلاثين كيلو متر قبل البوشبكة هذي المعبر الرئيسي اللي كانوا يخدموا عليه كان التفرغ ثلاثين كيلو متر قبل البوشبكة البضاقة التي كان معانتها الهدف منها تونس معانتها الكليونيت متاحة ولا الحرفاء متاحة في تونس يتم ارسالها لتونس والبضاعة التي حرفائها جزائريين يتم نقلها بصفة غير قانونية عبر الحدود البرية من المنطقة هذي اللي في بوشبكة اللي بعيدة في ثلاثين كيلو متر لبوشبكة يتم نقلها كلوندستين مو بطريقة غير شرعية للجزائر بعد ايقاف حاويات بن زرد قاموا تحفظيين نفسهم هذة من التجار والكناطرية قاموا تحفظيين بإيقاف اخراج اي حاوية خطر ولو خايفين مشيش يتشدوا حتى هما في الطريقة بعد تلاثة وعشرين حاوية هما اللي وقفوا وفولونتيرمون وقفوا ارسال الحاويات متاحا خطر ما كاناش يهزوا فيهم لقلمون للقطر الجزائر ولكن وكان جاءوا إجراءاتهم سليمة علاش توقفوا هكا ولا انتي إذا إجراءاتك سليمة علاش توقفت على العبور سيرتوا اللي سيرتوا اللي ديوانة التونسية ما منعتش عمليات العبور مي قتلهم أنا بش نشدد في الإجراءات يجيوا وتفضلوا نعمل معاينة للحاويات وتفضل أعمل أعمل إجراءات العبور متاعك رفضوا ما حبوش يتقدموا إلا بعد قرابة سنة ولا أكثر في مارس اللي فات وقتها بعد ما دخلت الجماري الجزائرية فهمت وعدوهم اللي هم بشلقاولهم حل للتجار الجزائريين يقوم الحاوي يدخلونهم يقبلونهم مصلحهم تدخل معنطة بطرق قانونية للجزائر كيف كانوا يجيبوا لتونس قبل كل شيء الحاويات هذه كيف كانت تجيب لتونس شو يمكن فيها الحاويات هذه كانت تجيب الإلكتروميناجي معنطة التجهيزات المنزلية كل من الغاز الفرجدير التلفزة الوحد ديجا معنطة ثمسوق معروف في وسط البلد معروف كان يتمول مننا من الحاويات هذه معناها المنصف ب هو كان المستفيد لول من الحاويات هذه جزء منه كان يتمول من الحاويات هذه وإذا هو اللي يفسر أنه الأسعار المنصف ب أرخص من الأسعار في الأحوان بالضبط وربحهم كبير لأنهم لم يكنوا شي خلصوا كان جيم طريقة غير عطيادية البضاعة هذه والحاويات هذه كانت تدخل عن طريق أما ميناء شما الأبراط كانت تدخل عليه أول ميناء خدموا عليه خدموا على ميناء رادز من نسبة صغيرة على الأخر وتشد تكادرة في معنا ثم حاجات ساروا قبل الكادرات بنزارت مش هما أول مرة يتشدوا كادرات تشد تكادرة في أطروت مورنيق وتشد تكادرة في عهد الزواغي وتشد تكادرة في القروين أما تم تغطيت الموضوع على خرج على رادز على ما أعتقد على ميناء رادز ومبعد خطر ميناء رادز سخون وفيه برش عين وقريب بعد حولوا أنظارهم الميناء سوسة خدموا على ميناء سوسة خدموا فو بيجو خدموا الفيراي خدموا لزاكسسوار خدموا برش حاجات ومن التفاصيل اللي معنتها على ملف سوسة اللي هو كان سابق لملف بنزارت وملف سوسة تم فتحه بعد إيقاف حاويات بنزارت كرجعنا ثبت ثبت معنت أهل الاختصاص في الحاويات متاع بنزارت متاع سوسة يلقاوا اللي ثم 185 186 حاوية من سوسة مرت للقطر الجزائري على الورق نحكي كما تعرف إحنا ثم خاصية في الحاويات في تونس في التوريد وفي التصدير جميع الحاويات يخضعوا الجهاز بالأشعة جميع الحاويات سواء في التوريد ولا في التصدير دونك الموينة وإلا تخرج تخضع بكل الجهاز بالأشعة كلها اللي 186 حاوية ذوم يلقاوا حاوية برك تعدت على جهاز السكانير و185 حاوية ما تعدتش على جهاز السكانير والحاوية الوحيدة اللي تعدت على جهاز السكانير تم تسجيل خروجها من طرف الإخوة الجزائريين وتسجيل دخولها بعد مدة وهي فارغة بعد ما فارغت في القطر الجزائري شو معناها هذين معانت الحاوية الوحيدة اللي تعدت على سكانير هي فعليين دخلت للتراب الجزائري والأبريف اللي يفرجو رجعت في أرغة الحاوية بينما 185 اللي ما تعدوش على السكانير لم يجي لم يلقاوش حتى أثر ليه في الخروج وليه في الرجوع بعد شو معناها هذين اختفئوا تحطوا في المرشي لوكال مش اختفئوا تم وضحهم في السوق الاستهلاكي الداخلي حتى الأعمى يا رسول الله حتى الأعمى روانا نبهت جيبوا شكون في التالف زع محامي قال دوسي ملفق وملفق أنا عطيتكم انديس برك اللي يحكي على الملفق أنا عطيت انديس برك قال وستان كو منطي وكانت وكذا وحب معنت أنا عطيت انديس برك كيفاش خمسة وثمانين منهم لم يتم تسجيل عبورهم على سكانير ولم يجدوا لهم لا أثر للخروج ولا أثر للرجوع وهم فرغين ما كتعرف الحاوية كيتفرغ في القطر الجزائري قبل يجيب تعاود ترجع تدخل القطر التونسي وتمشي للشركة النقل خطر شقف متاح هذيك هما هذي للقيناها لشقف للقينا لشقف للقينا السلعة والوحيدة فيهم معنتها أكبرش ثماشي الدليل أكبر من هك الوحيدة فيهم اللي معنتها تم تسجيل ومرورها عسكانير تعداد في الخروج ورشقت فارغة في الدخول شي ضحك معنتها يستبله في العباد يستبله في الناس اللي ما تفهمش على قديش نحكي فلوس تقريبا أنت قلتنا أنت حكيتنا على حوالي 17 ألف حاوية على قديش فلوس نحكيه تقريبا هو معنتها حسب التقريب كي تحسب أنت 10 ألف حاوية 10 ألف حاوية كي تحسب أنت الحاوية خطر ما كتعرف اللي البشر اللي حبي هرب موش يهرب حاوية متها 50 مليون فهمتها معنتها الحاويات الاستيميش متاح الحاوية معنتها قيمة فيها سلعة 400 مليون معنتها كي تضرب 400 ألف دينار في 10 ألف حاوي أضم 4 ألف 4 ألف أربعة أربعة مليون دينار أربعة مليار دينار أربعة أربعة مليار أربعة مليار أربعة مليار أربعة مليار وقلت هنا قبل حكيت في وكل عادة تمسخروا منها ومليار ومليار يحكي جاهل جاهل سمحني في الكلمة إنسان جاهل جاي يسفف في الحكاية ويقول لا وما نعرف ما الحكاية معنتها ما هيش صحيحة أنا ثم نقطة أخرى وهي ملاحظة معنتها الملاحظة تثير معنتها الاستغراب والبهتة وتعرف بها هي إش نوع التوجه متاع القايمين طوعة الدوانة عمرها ما صارت في تاريخ الدوانة اللي أثير ملف متاع مخالفات ديوانية خاطر إحنا كنقول هذا العبور الوهمي نحو القطر الجزائري هو نوع من المخالفات الديوانية هكا ولا نتفقوا لي هو نوع من المخالفات الديوانية عمرها ما صارت في تاريخ الدوانة اللي هو يتم إثارة ملف بهذا الحجم حتى ولو كانوا مش صحيح والمدير العام ما يقومش بإحالة الملف إدارة لبحاث الديوانية عمرها ما صارت ما حلوش لا يوصف الزواغ يحالوا للي إدارة لبحاث الديوانية مش تعمل سيبروبر انفستيغاسيون بشتعمل الابحاث الخاصة بها هي بشتستخلص العبرة بشتشوف ثماشي انومالي ثماشي حكاية بشتفسرننا علاش هالي 185 حاوية ذوما 185 حاوية ذوما ما عدوش سكانير علاش فسروننا علاش اللي نعرفوا اينا بحكم معرفتي ببعض الاشخاص وبعض معنتها الناس اللي جربت عمليات كمن هكا اللي مشرف عليها الحكاية هادة ايخو على الحاوية 50 مليون 50 مليون في 17 الف حاوية في 10 الف حاوية انا حسبت 10 الف حاوية نقول له 10 الف حاوية 500 مليون دينار انا اذا باي واحد بركة في هو كنقوله واحد ما عمره ما كان واحد خاطر انا حكيت لقوت الكراي منظومة كاملة تعمل ومنظومة كاملة هي اللي تخدم في الموضوع هذا جست انا نحب ان نوجه نداء واي ان كان يشكك في الملفة ذاية فهمت؟ قولهم يخويا بيني وبينكم معنتها الفيصل الابحاث حيلوا الملف الابحاث الديواني انا نتحدى المديرة العامة الديوانة انا جادي جوادي ونتحدى غيرها اللي يخرجوا معنتها يحبوا معنتها يسوقوا ويصفوا الموضوع ذاية ونقولوا انا نتحدى حيلوه الابحاث الديواني ياخي ما تحلش بحث ما تحلش بحث تصور ديوانية يمشيوا يبحثوا في العوينة ويدارتهم ما في بيل هاش وما يهم هاش اخير اهتماماتها بعد كشف ملف العبور الوهمي الحاويات اه شنية صار جوست تنحى المدير العام للديوانة اكهو تنحى المدير العام للديوانة فقط واللي يخلف المدير العام للديوانة السابق حافظ على نفس الطريقة في التسيير واسلوب التسيير متاع السيد اللي قبل ما انت عبارة جا بش يغطي عليه وجا بش يواصل في نفس الركب متاع وهو ما زالت تتعدى حاويات؟ اه ما طوى في الوقت الحالي ما نتصورش لا حسب علمي لا ما تتطور انهم ابتكروا طريقة جديدة؟ ممكن خطر في العمل معنتها هذي الاجرامي وعمل التهريب دي ما ثم معركة متواصلة متاع مابين مهرب معنت يحاول ماكسيموم اللي هو يستفيد من الثغرات اللي موجودة في الديوانة وفي نفس الوقت معنتها مابين معنتها مصالح الديوانة اللي انا نزه 99% منهم واللي يثبت عليه اي فساد ولا يثبت عليه اي مخالفة ما لي كان يطبق عليه القانون ولي دارة جديدة ما فتحتش الملفاتها؟ ما فتحت حتى ملف بالعكس ادارة الديوانة في عهد نجات جوادي ارجعوا لشيفر الارقام اللي تعمل فيها مصالح معنتها ابحاث ديوانية في عهد المديرين عامين سابقين كنا نحكيوا على 120 و150 مليار معنتها قضايا ديوانية تعملهم لبحاث ديوانية وحدهم طوى في عهد نجات جوادي المدير العام الحالية برا شوفوا شنو الارقام اللي تعمل فيهم ما يدارت لابحاث ديوانية حتشي بيركة من اللي جيت ما يدارت لابحاث ديوانية بيركة انا نحب نذكر معنتها الرأي العام التونسي نقولهم يخي قضية الزبلة وقضية 1400 مليار اللي خسرتها الدولة في التعقيب وقضية هذية العبور الواهمي نحو القطر الجزائري وقضية الكراهب الرانج روفر وغيره اللي ياخذوا فيها الوزراء كلهم في عد يوسف الزواغي المصايب الكل في الدوانة في عد يوسف الزواغي المصايب ما شفنا هاش عندنا تلذين سناء رمى وزراء أخذيه وكراهب بهكاكاكا بغير عطاهم هو إي حالات وكراهب كان يحب يشري ولاقهم حكيت عليه الموضوع ذا كان يحب يشري ولاق الوزراء وكبار معنتها تي هو شري حتى لمشيش بايفون آخر صيحة وواحد باي بالحق بالحق كان سي يوسف الزواغي يتمزى على الوزراء بسيارات فخمة هو أول واحد انخرط في حكاية تذين نعطي سيارات فخمة للوزراء وقت رياض الموخر عطاها كيسات وزير المالية وقتها نسيت اسمه نفدلكو نسمو فيه الروج عطاه رانج روفر رانج روفر لذيك الهش اس او اللي هي تعمل سبعمية وخمسين مليون ناطق الرسمي في عهد سيء الذكر يوسف الشاهد عطيه مرساديس دي بورت معنى سبور وغير 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 يعطيهم في الممو يعطيهم في كراهب ليه الكنسومسيون متاحهم وليه المنتونس متاحهم وليه المنتونس متاحهم معنتها تتماشى مع وضعيته كوزير هذي يكلو عليهش بيش يتقرب منه بيش دي ما يمدحوه ودي ما يكونوا سد مني بيش ما يتنحاش هذي الظهر منحكيش على الحاجات الميش ظاهرة والخدمات الجليلة الأخرى اللي كان يعمل فيها